موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إليكم العرض الرئيسي لهذا المساء من الفضائية الجادية بحث اليوم فخامت رئيس الجمهورية إدريزا بيتنو مع وزير الطاقة والبترول النجيري سيد فو مكوي قدو بحث الطرفان مجمل القضايا ذات الصلاة بتعزيز العلاقات بين جات والنجر في المجالات كافة خاصة مسألة ربط أنابيب بترول النجر بأنابيب البترول الشديد اللقاء كان بحضور وزير الطاقة والبترول لأبشير ماده ومعامل رئيس الجمهورية الحبيب حميد محمد تفعيل اتفاقية ماد أنابيب بترول جمهورية النجر وربطها بأنابيب البترول الشديد هو بيت القصيد من المقابلة التي جمعت فخام الرئيس الجمهورية إدريزا بيتنو ووزير الطاقة والبترول في جمهورية النجر السيد فو مكوي قاجو اتفاقية وقعت في مطلع عام 2012 وتقوم بتنفيذها شركة سي ان بي سي الصينية وتقوم الشركة بربط الأنابيب النجرية مع الأنابيب الشديد بغرض تصديرها إلى العالم عبر ميناك كريبي في جمهوريات الكاميرون المجاورة وتبلغ المساحة التي تمتد فيها أنابيب البترول في جمهورية النجر على طول 800 كم والعمل على تنفيذ هذا المشروع سيتمتد إلى 24 سهرا هذا ما أكده الوزير خلال المقابلة وقد تم اكتشاف البترول في جمهورية النجر منذ عقدين من الزمن والحاجة إلى تصديره عبر ميناك كريبي مرورا بجمهورية تشاد أمر لا بد منه المقابلة التي حضرها وزير البترول الشادية سيد بشير ميدي وعدد من مستشاري فخام الرئيس الجمهورية بمكتبه المدني والعملات العامة للرئاسة الجمهورية إضافة إلى مدير العام للشركة الشادية للمحروقات السيد طاهر حامنجلي سمحت لوزير الطاقة والبترول في جمهورية النجر ليستعرض هم قضايا الساعة مع فخام الرئيس الجمهورية دريس ديبي إتنو وخاصة تلك التي تتعلق بالتكامل الأفريقي عبر الاقتصاد والطاقة والمناجم والبترول وخاصة عن الدولتين يربطه مقاصم مشترك في جميع الأسئدة كما أن لهم أواصر تاريخية وجغرافية على مر العصور والأزمنة وسمحت المقابلة أيضا لسيد فوماكوي كادو لينقل لفخام الرئيس الجمهورية دريس ديبي إتنو تهاني العام الجديد من نظره إيسوف مامادو رئيس جمهورية النجر الشقيق وعقب المقابلة أكد وزير الطاقة والبترول النجري بأن العمل على مد الأنابيب عبر الحدود الشادية النجرية يجري على قدم وساق بين الخبراء في النجر والشاد بالتعاون مع الشركة الصينية المنفزة وقال أيضا بأن القيادتين يتعمل عن كثب من أجل التكامل الاقتصادي وتطوير بلديهما كما أنهما في خندق واحد من أجل تأمين المدن المتخمة لبحيرة شاد والعمل معا من أجل جلب السلام في حوض البحيرة واستئصال جماعات بوكو حرام الإرهابية وجمهورية شاد والنجر وبالفعل أن جمهورية شاد ستقدم لنا الدعم اللازم كما العادة ونحن سنكون نموزجا مثالي لدول الإقليم في تحقيق التكامل بين الدول الأفريقية إننا نعمل جنبا إلى جنب في تعفيل القوات المشتركة لدول المجموعة الساحلية الخمس من ناحية ودول حوض بحيرة شاد من ناحية أخرى وطموحات الشعبين تنصب في نفس المنوال ونحن نشير على وطيرة واحدة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة وصف فخامة رئيس الجمهورية إدريس زبيئتنو المبنى الجديد للإدارة العامة للإذعة والتلفزيون بالحديث ومطابق للمواصفات العالمية جاء ذلك أثناء الزيارة المدنية التي قام بها رئيس الجمهورية عصر اليوم لهذا المشروع الضخم والحديث الذي تقوم بتنفيذ شركة المنع كان ذلك بحضور وزيرة الإعلام والبسطة وتكنولوجيا الاتصالات الحديثة مادلين ألنجيه ووزير البنية التحتية أدم ينسمي بجانب معاوني رئيس الجمهورية والرئيس المدير العام لشركة بكر طاهر موسى تقرير الحبيب عبد المحمد زيارة فخامة رئيس الجمهورية دريس ديبيتنو للمبنى الجديد للإذاعة والتلفزيون الوطني الذي تقوم ببنائه شركة المنع التشادية تدخل في إطار وقوف فخامة رئيس الجمهورية عن كثب لمعرفة ما يجري واقعيا في بناء المنشآت الكبرى بالدولة وكان في استقبال فخامة رئيس الجمهورية لدى وصوله المبنى وزيرة الإعلام الناتق الرسمي باسم الحكومة ووزير البنية التحتية ومعاوني فخامة رئيس الجمهورية بالأمانة العامة والمكتب المدني والرئيس المدير العام لشركة المنع وبعيد وصوله استمع فخامة رئيس الجمهورية دريس ديبيتنو لشرح مفصل من قبل مهندسية الشركة المكلفة بالبناء عقب ذلك تفقد فخامة رئيس الجمهورية دريس ديبيتنو مرافق المبنى الذي يحمل 12 طابقا وبه سدهات للأخبار والبرامج وغرفة التحكم المركزية وصالة التحرير والإنتاج وغرفة النوم والاستراحة لعمال الدوام وصالة الاستراحة وصالة الاجتماعات ومكاتب المسؤولين فضلا أنصالة للعرض محمد روزي المدير العام النائب لشركة المنع قال نحن سعداء اليوم بهذه الزيارة التي نعتبرها فخرا وشرف لنا الأمر الذي يجعل من شركة المنع تعمل في تسليم المبنى للحكومة في الوقت المحدد ومع نهاية الزيارة عبر فقامة رئيس الجمهورية دريس ديبيتنو عن شعوره بالقول بأن هذا المبنى عظيم ويجب العناية به كما نجعل به مبدئيا تكنولوجيا الأخبار والمعلومات والاتصال التيك ويجب علينا جميعنا التفكير فيه والعناية به ونظافته لأنه جميل ويحمل طاقة وحافظ للعمال وعلى الشركة احترام الموعد الزمني الذي حددته نهاية يونيو المقبل وفي ختام زيارته لهذا المبنى الجديد والمشروع الضخم الذي يراه عدد كبير من المواطنين الشاديين رمزا للإعلام الشادي الحديث الذي يحمل مائتين وثلاثة مكتبا وخمسمائة وسبعة وخمسين منصب عمل وتكلفته الإجمالية واحد وثلاثين مليار فرنك السيفة شكرا